إحنا دكتور أسامة يعني يعني مرينا بفترة صعبة كان فيها الإخوان وكانوا دائما ما يعني يحاولوا تحسين فكرة المواطنة بالزبط هل ده مازال موجود؟ لا خالص شو فيه؟ طب الإخوان زالوا أو انتهوا أو انصرفوا الإخوان قطعا كانوا يمثلوا سيثناء في التاريخ المصري قطعا قطعا هذا النوع من التعصب الديني عمره ما كان عند المصريين على الإطلاق لم يحدث أبدا أن مصر كان في هذا التعصب الديني دايما القيمة اللي استوعبتها مصر والتي جسدتها في ظل ثورتها القومية في ثورة 19 الدين لله والوطن للجميع ما دخليش الدين في أي قضايا عملية أو قضايا حياتي هل هذا الشعار موجود في حياتنا حاليا؟ ونحن نجد الكثير من مظاهر أولا التدين الشكلي ثانيا التعصب الديني إلى حد ما طبعا أنا معك تماما دي كلها يعني مظاهر سلبية كانت من تأثيرات الفترة الماضية إنما هي قطعا بتتعارض مع القيم الأصيرة للشعب المصري اللي احنا علينا كإعلام وكصحافة وكسوشيال ميديا واعية إن احنا نذكر المصريين بهذه الحقائق أن المصري ما يتجاوز هذا كله إحساس الهوية المصرية والقومية المصرية والإحساس الجامع هذا يتجاوز بكثير ترجمة نانسي قنقر